تفقد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي مراحل انتقاء الطلبة المتقدمين للقبول بالكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة بالكليات الحربية وصراح المتحدث العسكري أن ذلك يأتي في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على متابعة مراحل سير الاختبارات المختلفة لاختيار أفضل العناصر المؤهلة علميا وبدنيا ونفسيا لنيل شرف الانضمام للكليات والمعهد العسكرية تفقد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي مراحل انتقاء الطلبة المتقدمين للقبول بالكلية العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة بالكلية الحربية وتابع القائد العام نتائج الموقف الحالي لاختبارات القبول بالكليات والمعهد العسكرية 2021 بواسطة مدير الكلية الحربية كما قام بالاطلاع من خلال الفيديو كونفرنس على مراحل سحب واستلام الملفات وكذلك منظومة العمل بالقومسيون الطبي وموقف الاختبار الرياضي وموقف قفزة الثقة كما قام القائد العام بالمرور على دورة العمل داخل مكتب التنسيق وناقش عددا من الطلبة المتقدمين في أسلوب الاختبارات المختلفة التي خضعوا لها خلال مختلف المراحل وأثنى على المستوى المتميز للمتقدمين وما تحصل عليهم النتائج في ضوء المنافسة النزيهة لنيل شراف الانضمام إلى صفوف القوات المسلحة متمنيا التوفيق والنجاح لكل الطلبة وأن يتمكنوا من اجتياز الاختبارات التي تؤهلهم بأن يكونوا شريانا جديدا ينبض داخل القوات المسلحة كما تفقد القائد العام لجان القوميسيون الطبي وما تضمنته من عيادات القلب وغرفة الأشعة وعيادة البنتكام والذي ينفذ بوسطة نخبة من الأطباء والاستشاريين من ضباط القوات المسلحة كما قام بالمرور على اختبارات اليقة البدنية وقفزة الثقة والتي يتم خلالها تقييم القدرات البدنية لانتقاء أفضل العناصر بناء على المعير القياسية المقررة للالتحاق وفي ختام الجولة التفقدية تناول القائد العام للقوات المسلحة واجبة الغداء مع طلبة الكلية الحربية موجها الشكر للقائمين والمشرفين على الكلية الحربية ومكتب التنسيق وما يقومون به من جهد يضمن تحقيق الشفافية والنزاهة والمساواة لكافة الطلبة المتقدمين حضر الجولة عدد من كبار قادة القوات المسلحة